متى يعود درع الدوري لرابطة الاندية؟ يعني ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يعني هو الدرع ما بيبقاش مع رابطة الاندية؟ اه هفهم حضرتك عندما يفوز فريق بدرع الدوري بيظل محتفظ بدرع الدوري اللي عايز تصور به اللي عايز يتبسط اللي عايز يعمل بتاعه بالسنة كلها ولكن قبل نهاية الموسم بخمستاشر يوم على الاقل يعني قبل نهاية الموسم على الاقل بخمستاشر يوم يجب ان يتم تسليم درع الدوري لربطة الاندية وهي بدرها تسلموا للبطل لو اصبح رسميا النادي الاهلي طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ هقولك ليه بقول الكلام ده؟ ولكن الكلام ده انا بقوله ليه اساسا؟ بقوله من دماغي؟ لا ما بقولوش من دماغي بقوله من المادة 56 من ليحة المسابقات لرابطة الاندية تخصص رابطة الاندية درعا للبطولة اللي هو الدوري وتعتبر وتعتبر هذا الدرع ملكا خاصا للرابطة تسلم للفريق الفائس في القسم الاول للمسابقة وعلى ان تبقى في حوزة النادي طوال الموسم الرياضي التالي ويعاد تسلمها للرابطة قبل نهاية المسابقة التالية بخمسة عشر يوما على الاقل ويجوز للربطة منح درع خاص للمسابقات الاخرى مع اختيار احسن لعب وحرس مرمى وهدف البطولة خمستاشر يوم على الاقل طيب متى ينتهي الدرع الدوري العام المصري اخر مباراة في الدوري العام المصري ستكون يوم ستة وعشرين سبعة على حسب ما اعلنته رابطة الاندية نهاية الدوري يوم ستة وعشرين سبعة طيب نعد ستة وعشرين نقص خمستاشر يبقى كام يبقى يوم تلاتاشر يوم ستة وعشرين سبعة نقص خمستاشر يبقى يوم حداشر انا اسمع ليش انا في الحساب مش يعني اللي هو يوم حداشر ده اللي هو هيبقى بعد عشر دقايق او تلت ساعة من دلوقتي يبقى اذا الكلام اللي انا بقوله ايه ان رابطة الاندية من المفترض ان هي بكرة نادي الزمالك حيسلم رابطة الاندية درع الدوري طيب اخر مباراة للنادي الاهلي على استاد القاهرة اللي حيتقفل عشان الصيانة هي ايه مباراة يوم الخميس يا جماعة الاهلي والزمالك هل من الممكن ان يكون تسليم درع الدوري يوم الخميس القادم في مباراة الاهلي والزمالك في اخر مباراة على استاد القاهرة معرفش سؤال انا بطرحه جبت لحضرتك الليحة وريتك كل الامور لكن في النهاية هننتظر ايه اللي حيحصل وبكرة من المفترض ان يعود درع الدوري لربطة الاندية اللي بدورها يجب ان تسلمه للنادي الاهلي اشتركوا في القناة